نتيب المباراة شوية لكن قبل ما نسيبها تعالوا نشوف ماذا قال إمام عشور انبارح عرضنا تصريحات زيزو من الزمالك النهاردة لاعب الزمالك السابق ونجم الأهلي الحالي إمام عشور تحدث لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فقال هذه الرسائل يلا نشوف بالطبع كل لاعبين مركزين في التحضيرات مستعدين بإذن الله لمباراة السوبر الأفريقي بالتأكيد كل لاعب يعرف ما هو المطلوب منه نساند بعضنا البعض إن شاء الله سنعود بلقب كأس السوبر الأفريقي اللاعب اللي سجل في أول ظهور بقميصه الأحمر أمام قميصه الأبيض السابق في بطولة الكاس النهائي في السعودية قال إن مباراة الدربي تبقى قوية وإن شاء الله لفظ في نهائي كأس السوبر الأفريقي يكون من نصبنا يجب أن نلعب بشكل جماعي خلال أي منافسة نخوض غمرها وبالتأكيد ننتظر الدعم من جماهيرنا شاركت في النسخة الماضية من كأس السوبر الأفريقي كانت أول مباراة أو أول مرة أخد فيها هذه المنافسة لم يقدر لي التتويج بهذا اللقب حيث لم تكن هذه الكأس من نصيب الأهلي بصراحة الكل بيركز هذه المرة على الفوز في المباراة أمام الزمالك الفريق بيتدرب بشكل جيد بإذن الله نلعب مباراة جايدة والتتويج يكون من نصبنا سر التقلق مع الأهلي لما تلعب في الأهلي مع لعبين كبار يسهموا في اندماجك بسرعة مع بقية عناصر الفريق لا تشعر أنك غريب عنهم قال إمام عشور هذا الأمر يصنع الفارق خاصة وأن اللاعبين الكبار في الأهلي يجعلونني أشعر كأنني متواجد في النادي منذ الصغر وهذا أمر يصنع الفارق بالنسبة للاعب كرة القدم هو دايما بيتكلم في قصة الصغر دي لما كان صغير بيحب الزمالك لما راح الأهلي بيحس من معاملة اللاعبين أنه كأنه موجود في الأهلي من صغره رسالة الجماهير أو رسالته للجماهير ننتظر منكم الدعم في كأس السوبر الإفريقي وننتظر الوقوف في ظهرنا مثلما جرت العادة دائما وإن شاء الله نفرح كلنا مع بعض بعد نهاية المباراة شكرا